الرد على إدعاء راشي أن مزمور 110 قال الرب لربي هو عن إبراهيم وناخد الجزء الثاني مع بعض سياق الأعداد بعدما خدنا الجزء الأول الجزء اللغوي اللي تأكدنا في الجزء الأول أن قال الرب لربي كلمة أدوني تعني ربي اسم يهوى واستخدمت في المزامير بهذا المنظر أكمل الجزء الثاني مؤكداً اللي أنا قدمته حتى الآن اللي احنا عرفنا لغوياً سفر المزامير 110 عدد واحد حسب الكلمة لغوياً لأ تعني يهوى ناخدها مع بعض من سياق الكلام والمزمور بيقول إيه فيقول قال الرب لربي إجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدمك طبعاً عرفنا راشي بالكلام اللي هو قاله بقلة أمانة قال الرب لسيدي فيقصد به بشر عشان كده قالك داب إبراهيم والدعا وقال ربواتنا فسروها كإشارة إلى إبراهيم أبينا وأنا سوف أفسرها تابعاً لهذه الكلمات وهنعرف أنه المدراش ما قالش الكلام ده فبيقول في مدراش مزمور 110 واحد قال الرب لإبراهيم الذي لقبته الكلمة بسيدي كما هو في مكتوب في تكوين 23 ستة اللي بيقوله راشي خطأ تماماً لغوياً والمصدر اللي استشهد به وسياق الكلام وكمان من الفكر اليهودي هنعرف ليه فعلى عكس ما قال راشي في الدعاء أنه سيدي عن إبراهيم ده ليس المفهوم اليهود العام اليهود قالوا بوضوح أنه هذا العدد عن المسيح عن المسيح ففي مدراش المزمير 18-29 راباي يودان قال باسم راباي هامة في الوقت الذي سيأتي عندما الواحد القدوس المبارك هو يجلس الرب المسيح عن يمينه طبع عرفت إزاي؟ كما قال في المزمور قال الرب لربي اجلس عن يميني في مزمور 110-1 واو ده طلعي الربات اليهود القدامى بيقولوا اه احنا عارفيني نزاين المسيح يجلس عن يمين الله أصدر ده اللي مكتوب في المزمور قال الرب لربي ايه رأيكم في المدراش للمزمير 110-1 على العكس للدعاية راشي يقولوا لما قالوش عن إبراهيم بلا عن المسايا فبيقولوا ايه اه دي نص كلامهم وحييجوا قدام حضراتكم من الذي حارب المعركة القدوس المبارك هو الذي قال لإبراهيم اجلس عن يميني لكي احارب عنك وعلى ما قالوش انتظر يميني زي ما قال راشي وشباط لكن الله فعل ذلك غير مذكور بوضوح في القصة ولكن من قالها بوضوح التعبير ده قد يفهمه انه ربنا ساعد إبراهيم لكن هل تقل بوضوح؟ لا ما تقلش بوضوح طب هي تقلت بوضوح عن مين؟ ونركز في كلام المدراش اللي استشهد بيه راشي عشان يقول لك ان هي عن إبراهيم ولا يأكشو للمدراش بيقولوا لا الكلام ده مش بوضوح لكن بوضوح عن ايه؟ داود الذي قال رب لربي اجلس عن يميني يقولها للمسيح ابا عليك راشي ده طلع كداب المدراش اللي استشهد بيه قالك المدراش قالك قالوها عن إبراهيم فانا حفسرها عن زيهم عن إبراهيم طلع الكلام ده غلط ده طلع المدراش بيقولوا هي مش باينة عن إبراهيم لكن هي بوضوح عن مين؟ قالها داود بوضوح عن مين؟ عن إبراهيم؟ لا يقولها للمسيح وأيضا سيقال ويأكد المدراش كلامه فسيسبت الكرسي بالرحمة ويجلس عليه بالأمانة في خيمة داود قاضن اللي هو المسيح ويطلب الحق ويبادر بالعدل في أشعاء 16-5 قادي نص الكلام بتاع المدراش ايه رأيكم؟ اتقالت بلينلي اتقالت بوضوح مين؟ عن توزى ميصايا عن المسيح ايه رأيكم؟ قادي راشي اللي بيستشهدوا بيه الربوات الحداسة عشان يحاولوا بتدليس ينفوا النبوات وينقلوا منهم طبعا المتهودين والملحدين والمسلمين ويفرحوا في الهجوم على الكتاب المقدس والإدعاء بتاعاتهم عين قال المسيح انا هو الله والكلام بكل طب نكمل في بيه الكلام كل ده الربوات اليهود الأدامى بل يقول لنا كمان جلانتيوس ان ترجوم جونسان الحقيقي قال الرب لابراهيم؟ لا تعرف يقول كلمة خطيرة جدا قال الرب لكلمته الممرة الدبار الشكاينة اللوغس الكلمة فبيقولوا العدد بتاع مزمور 110 واحد قال الرب والربي ده حوار ما بين الرب واللوغس ايه رأيكم بل زي ما قال لنا راباي جوردن انه ده عن المسيح الوهيم سوف يجعل الملك المسيح يجلس عن يمينه ده في مدراج تليم وده برضه قاله عدد كتير من الربوات مش عايزة طول على حضراتكم نخمان وغير وغيره كتير قدام حضراتكم ايه رأيكم ويه رأيكم في راشي هذا الكاذب اللي قال لكم ده كلام ربواتنا الأدامة وده اللي قاله المدراش طلع لكلام ربواته والأدامة ولا طلع اللي قاله المدراش اعتقد ده يظهر لحضراتكم عدد أمانة راشي فلما تبقوا في حوار وحد من إياهم يسألكم عن لهوت المسيح أو غيره وتتكلموا عن مزمور 110 واحد من ألاف أو مئات الألاف من الأمثلة التي تشهد في كتاب المقدس عن لهوت المسيح فيطلعوا لكم لا ده اليهود فصرينها أن هي عن إبراهيم تعرفوا لا كلام ده مش صحيح اليهود فصروها عن المسايا لكن راشي الغير أمين هو للدعى كاذبا وهما ده اللي بينقولوا منه وده لا يعتمد عليه لأنه غير أمين بالمرة ده يظهر عدم أمانة راشي وإن اللي بيقولوا عنه لما يقول راشي أن المدراش بيقول ده عن إبراهيم ونلاقي المدراش بيقول لا أمش باين عن إبراهيم لكن هو واضح وبصفوضوح شديد جدا ده ما بيتقال عن المسيح نعرف أن راشي غير أمين وأيضا قدمت ترجوم المزامير وأيضا الكتابات اليهودية والترجمات اليهودية أيضا اللي قالت كريس وغيره 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 فلما أقول أن راشي غير أمين وما ينفعش أن حد يستشهد بي على الإيمان المسيحي أو على مفهوم النبوات قدمتها بأدلة قدام حضراتكم بل مزمور مهم داود نفسه بينفي فيه أنه ملهوش سيد آخر إلا يهو فقط فلما داود يقول عن شخص ربي أو حتى سيدي ما ينفعش ده يعنى بيها أي بشر ويستخدم فيها لفظة أدوني أيضا في سفر مزامير 12 أربعة الذين قالوا بألسنتنا نتجبر شفاهنا معنا من هو سيدا علينا شباد برضو قالها لورد وراشي ما فسرش العدد لأن هنا لو كان فسره كان معناه أن داود بيقول بوضوح لا يوجد سيد علينا إلا الرب فقط فداود مستحيل يقول لشخص أرضي أنه ربه ليه؟ هو ليه داود ما ينفعش يقول لأي شخص أنه ربه أو حتى سيده مش عشان شخص داود لكن عشان ما كانت داود عشان اللي هو كرسي داود داود ما كانت مرتفعة جدا أو كرسي داود ما كانت مرتفعة جدا إن كان إبراهيم أبو الآباء فداود أبو كل ملوك اليهود وليوجد ملك أعظم من داود جلس على هذا الكرسي عشان كده كرسي الملك بتاع المسيح بيتقال عنه كرسي داود وده اللي اتقالت لفظا يجلس على كرسي داود فكرسي داود ما فيش أعظم منه فكرسي داود ما ينفعش يتقل شخص بشري أرضي ربي أو سيدي دا حتى فيه سليمان فيه عظمته كان يستشفع بداود فيه صلاته وأيضا الرب يرحم إسرائيل لأجل داود في ملوك الأول 11-13 وأيضا سليمان جلس على كرسي داود فسليمان نوين هو يتقال أنه هو أعظم من داود أو سيد داود أو غيره وليوجد أي ابن من أبناء داود أرضيين ينفع أنهما يلقبوا بسيد أو رب داود لأنه من غير الله أن يكون داود هو أبو كل الملوك ولو كان المسايا دا ابنه فقط البشري فيدعي ابن من أبنائه أو أحفاده بلقب أنه هو ربه فلو ما كانش المسايا شيء مش بس مخلص بشري ولكن أيضا إلهي ما ينفعش يقوله داود ربي ولكن تبقى إهانة لكرسي داود اللي هو أعظم شيء في تاريخ مملكة إسرائيل فلو كان المسايا كمخلص بشري فقط يكون من غير اللائق أنه داود يدعوه في المزمور ربا لكن المسايا لو مش بس قائد بشري لكن مخلص بسبب لهوته آه طبعا داود لازم يدعوه ربا وكمان عشان هو المخلص اللي حيدفع تمن خطيئة داود طبعا داود لازم يدعوه ربا ويدعوه سيدا ليه؟ لأن داود ما دين له لأنه خلصه فيدعوه ربا ليه؟ لأنه مخلصه ومخلص الكل ورب الكل فهمتوني أنه ما ينفعش لا إبراهيم ولا موسى ولا أي شخص آخر يتقال أنه هو رب داود أو حتى سيد داود فلما داود المتكلم يقول قال الرب لربي ما ينفعش كلمة ربي أن هي تبقى عن بشر عن إنسان عادي لكن المسايا اللي هو مخلص الكل من خطياهم ومنهم داود نفسه فلأنه هو الوحيد اللي يتحت فيه الطبيعتين الطبيعة البشرية كابن داود فيكون ابن داود الجالس على كرسي داود وهو أيضا الطبيعة الإلهية فهو بطبيعته البشرية يحمل الخطايا وبطبيعته الإلهية يكفر عن خطايا العالم كله عشان كده دا الوحيد اللي يصلح أن يدعوه داود ربا وسيدا عشان كده ما ينفعش أن داود يطلق على المسايا على بشر ربا وطبعا داود ما ينفعش يطلق على نفسه ربا ولا يطلق على أبيه إبراهيم ربا أو سيده ليه؟ لأنه لا إبراهيم خلصه ولا موسى خلصه ولا على ابن سليمان لأن سليمان كان خاطع له سلطان داود لأنه وارس الملك من داود وجارس على كرسي داود ولا على أي نبي ما يقدرش حتى داود يقول الكلام دا لا على أشعياء ولا على إليا ولا على أي بشر إلا المسايا ليس فقط كمخلص بشري أو كملك أرضي ولكن لمكانته الإلهية فالعدد دا بوضوح يعلن لهوت ولذلك من يقول أنه هو عن إبراهيم دا بيخطئ وبشدة عشان كده حتى في مزمور 47 اللي تكلم فيه داود عن إبراهيم داود ما قالش عن إبراهيم أدوني سيدي أو ربي نفس الأمر في مزمور 156 وعدد 9 وعدد 42 فالكلام لما بيقولوا داود عن رب داود اللي فيه داود يدعوه ربي طبعا دا ما ينفعش عن بشر بل حتى اليهود الحداسة اللي رافضين للرب يسوع المسيح واللي زيهم زي راشي بيحاولوا نفي النبوات عن المسيح ورغم كده عند النقطة دية وما قدروش يتفقوا مع راشي ان الكلام عن إبراهيم قالوا ايه؟ قالوا يمكن الكلام دا عن داود نفسه يمكن يكون داود مش هو المتكلم وطبعا كلامهم خطأ تماما فيه اللي ادعوه فما ينفعش الكلام دا أدوني اللي هو عن داود فما ينفعش يقول قال يهوى لداود ليه؟ لأن المتكلم هو داود ليه؟ لأن ملقوش حد تاني أعظم من داود وخاصة كرسي داود كرسي الملك فقالوا يمكن داود هو نفسه قال الرب لربي يمكن دا حد تاني المتكلم والمقصود بربي هو داود نفسه طبعا دا سهل جدا نرد عليه لأنه المزمور من المتكلم فيه؟ داود لكن حبيت أوضح منها انه حتى اليهود غير متفقين مع راشي في الكلام اللي قالوا نكمل بقية الكلام عشان نشوف سياق الاعداد بتقول ايه؟ اللي يقوله راشي في بقية الاعداد انتظر عن يميني طبعا عرفنا ان الكلمة على عكس ما قالها راشي مش انتظر فبيقول انتظر على يميني يعني ايه؟ wait for my right hand انتظر ايد اليمين انتظر على ايد اليمين لغاية ما تخلصك يعني بمعناها انتظر لخلاصي ورجاء في الرب مصدر كلمة يشبيه تعني فقط انتظار كما في تسنية واحد ستة واربعين وقعتهم في قادش اياما كثيرا وكعادة راشي غير امين يكمل في عدم امانته فيقول لنا لفظ اللي هو شاب من يشبيه يقول لك لفظ شاب ايه؟ معناها انتظر لا كلام ده كده فكلمة شاب لا خلاف عليه في القوميس يعني اجلس بل راشي نفسه يستشهد بعدد في كلمة شاب اللي هي اجلس اللي يحاول يدعى انه ينتظر والله العدد بيقول قعدتم يعني جلستم ليس انتظرتم فليه كل الاماء عدم الامانة دي من راشي شفتوا كام كلمة حرفها عشان يحاول النبوة الواضحة لتعلن لهوت المسيح تنطبق عليه يحاول يغيرها عن ان هي عن ابراهيم فيدعي انه ادوني اللي هي عن يهوة لا اه ويدعي ان كلمة شاب اللي تعني اجلس لا اه هادي اللي بيعمله كان راشي بس عشان ينفي النبوات وده اللي فرحانين بيه بيقراره كلمة شاب اللي تعني اجلس لا اه كلامه حاليا فحتى العدد اللي استشهد بيه عشان يقولكم الكلمة معناها انتظر الكلمة معناها قعد بل كلمة شاب جات في العهد القديم اللي هي تعني جلوس جات الف اربعة وتمانين مرة في العهد القديم كلهم بمعنى جلسة قعدة مكان معيشة مكان اقامة ان هو جلس في المكان ده وعاش فيه ما جاتش ولا مرة بمعنى انتظار قاموس سترونج تحت رقم اجل تلات تلاف رممية سبع وعشرين كلمة يا شاب جلسة وتوضح كل استخداماتها المختلفة بما معناها جلوس ومكان قعد ومكان معيشة قاموس براون يقولكم نفس الامر والدعم حضراتكم قاموس كلمات الكتاب المقدس ويجيب لكم امثلة كثيرة تؤكد نفس الامر ان هي معناها جلسة فليه راشل غير امين حولها من جلس يجلس عن يمين يحولها ينتظر ليده اليمين وهي تعني بوضوح جلس السبب طبعا غير لائق انه حاول يفسر الكلمة ربي معناها سيدي عن ابراهيم طب ازاي ابراهيم يجلس عن يمين العظمة ازاي ابراهيم يجلس عن يمين اللهوت ازاي ابراهيم يجلس عن يمين يهوى ماينفعش طب اعمل ايه اعمل ايه حرفنا الاولانيا نحرف التانية طبعا تحريف المعنى نعمل ايه يبقى قول يجلس عن يمين يعني ينتظر اليمين لانه كلمة يجلس تدمر تماما ادعاء راشي وحتى لو سبنا كلمة ادوني لا بقيت العدد بيوضح لهوت ده كيان جالس في يمين العظمة كيان مكانته في يمين اللهوت اللهوت المتكلم عنه في العدد ده المسيح الجالس عن يمين الرب عن يمين الاب عن يمين العظمة يعني مركز القوة فازاي نصدق شخص بعد كده زي راشي فراشي لو استشهده بيه في اي مرة في النبوات عن الرب ياسوع المسيح اه ممكن حاجات عن الفكر اليهودي حاجات تاريخية ممكن لكن حاجات عن النبوات اللي طبقت على الرب ياسوع المسيح عارفين ان راشي حيقول ايه حيجب فيها وبالمعنى الحقيقي ازاي يتجرق لما نفهم ان الكلمة دي يجلس عن يمين الله عن يمين العظمة عن يمين اللهوت ازاي حد يتجرق ويقول ان الكلام عن ابراهيم انه يجلس عن يمين الرب عن يمين العظمة عن يمين اللهوت نكمل معراشي في السلسلة بتاعته يقول عن يميني يعني خلاص يميني أين قال في العهد القديم إجلس عن يميني تعني خلاص يميني ينتظر خلاص يميني لما يقول خلص بيمينه بيقولها بوضوح ما بيقولش إجلس عن يميني عندنا أعداد كتيرة بتقول خلص بيمينه خلص بزراعه يكمل راشي فيه سلسلة أخطاء ويقول حتى أجعل أعدائك موطئا لقدميك يقصد بيها أمر فال ومعاوني المتكلم داود وراشي أقر بذلك أن المتكلم داود وداود يتكلم بالمستقبل إجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك كلام دا بيقوله داود في القرن العاشر أو نهاية الحداشر قبل الميلاد فين في تكوين 14 من 1800 قبل الميلاد ربنا قال لإبراهيم إجلس عن يميني حتى أضع أمر فال عند رجليك أيضا ليه داود يتكلم بالمضارع والمستقبل عن حدث حصل قبل داود بتمن قرون مع إبراهيم داود بيتكلم هنا بالمضارع إشارة للمستقبل إجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك يتكلم بيها عن الماضي بثمن قرون عن إبراهيم كل دا يثبت عدم أمانة راشي وإن زي كل اللي قاله خطأ في خطأ والأهم بس راشي وغيره من المعاندين ورفضين الإيمان إنه طالما العهد الجديد اقتبس هذا العدد وهذه النبوة إنها تؤكد لهوت المسيح فيبقى لازم نحاول نرفضه بأي شكل ليه طبعا؟ لأننا عارفين العهد الجديد استشهد بهذا المزمور ففي إنجيل متى 22 وفي مكان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوى قائلا ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ قالوا له ابن داود قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا؟ قائلا قال الرب لربي إجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمك فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ومنذ ذلك اليوم لم يكسر أحد أن يسأله بتا واضح جدا وطبعا فعلا سؤال الرب يسوع المسيح له كل المجد كان يعني محطم لكلامات الفريسيين إزاي؟ مين المسيح؟ ابن داود فعلا بس في نفس الوقت هو رب داود فإزاي يكون رب داود وإزاي يكون ابن داود؟ لأن دا يعلن عن لهوت المسيح وعن نسوته في نفس الوقت وشان كده ما تجرؤوش يسألوه في هذا الأمر مرة تانية مرء ستناشر فلما رأاه يسوع أنه أجاب بعقل قال له ألا استبعيدا عن ملكوت الله ولم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتب أن المسيح ابن داود؟ لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك فداود نفسه يدعوه ربا فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعون يسمعوا بسرور كانوا فاهمين الكلام اللي بيقول أيضا في لواء عشرين ولم يتجسروا أيضا أن يسألوا عن شيء وقال لهم كيف يقول أن المسيح ابن داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك فإذا كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ هذه سياق الكلام ويؤكد الرب يسوع المسيح له كل المكدب نفسه أن المزمور مية وعشرة داود بروح النبوة قال عن المسيح أنه هو ابنه ولكن هو ربه فكيف يكون ابنه؟ محدش عارف تفوه ليه لأن دا سر التجسد معلومة بطرس الرسول برضو استشهد بنفس المزمور على فكرة لما تيجي نبوة عن المسيح وما استشهدش بيها العهد الجديد يقولك من أقوى الأدل أن هي مش نبوة عن المسيح أنا ما استشهدش بيها العهد الجديد طب تيجي نبوة عن الرب يسوع المسيح ويستشهد بيها العهد الجديد يحاول يقوله أي كلام ويقوله يبقى كان تفسير العهد الجديد لها خطأ قادل بيحصل معلومة بطرس الرسول استشهد بي وشرحه في أعمال الرسل اتنين فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم تبصرونه وتسمعونه والروح القدس لأن داود لم يسعد إلى السماوات وهو بنفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يمين لا داود ولا إبراهيم ولا موسى ولا غيره حد فيهم طلع للسماء لكن داود بيتكلم عن ربه الجالس عن يمين يهوى اجلس عن يمين حتى أضع أعدائك موطيا لقدميك فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا ليه؟ لأنه رب داود وهو المسيح ابن داود ويوضح أن داود ليس هو اللي صعد إلى السماء ولم يجلس في مركز قوة الله وده ما يتقلش على بشر ولا يتقل على داود وعلى إبراهيم ولا على أي بشر كلام ده عن المسيح المسايا فقط إعلانا للهود برضو معلمنا بولس الرسول اقتبس بين هذا العدد في عبرانين واحد الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء القديمة بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنها الذي جعل ورسا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين المسيح اللي خلق العالم الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظم في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار موارسة اسما أفضل منهم لأنه لمن من الملائكة قط قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون ليه ابنا وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول وليتسجد له كل ملائكة الله ده مش بشر وعن الملائكة يقول الصانع ملائكة رياحا وقدامه لهيب نار أما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور قضيب استقامة قضيب ملكك نحن عارفينها إعلان لهوت للمسيح يعني الابن ده هو صاحب الكرسي الله وصاحب العرش أحبابت البر وأبغطت الاسم من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الاتهاج وده التخصيص اللي تكلم عنه في فليب 2 أكثر من شركائك وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك هي تبيد وأن تطبق ولكن أن تطبق وكلها كثوب انتبلة وكريداء تطوية فتتغير ولكن أنت أنت والسنوك لن تفنى ثم لمن من الملائكة قاد ده مش لداود ولا الإبراهيم ولا الموسى ده حتى رؤساء الملائكة مين فيهم ربنا قاله اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطيع لقدميك أليس جميعهم أرواح خدمة مرسلة للخدمة لأجل الاعتدين أن يرسوا الخلاص يعني الكلمة دي لا تتقال للبشر لابراهيم ولا الداود ولا الموسى ولا إلي ولا غيره ولا تتقال حتى لملائكة ولا الرؤساء ملائكة اجلس عن يميني ده يتقال لمن هو من نفس الزات الإلهية يعني الحي إلى ظهر الظهور اللي هو ربي اللي هو أعلى من البشر والأنبياء ولملائكة هو ده الجالس في يمين العظمة اللي خالق كل شيء كلام ده مستحيل ينطبق على داود أو إبراهيم أو أي بشر نكمل مع بعض في المزمور في سياق الكلام بعد معرفنا المقطعين التانيين في عدد واحد مستحيل ينفع على بشر يكمل المزمور ويقول يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك ترجمة شباط تقول لنا إيه؟ نفس الكلام راشي يفسره إزاي قضيب الهو يقصد العز ده تعبير لتأكيد كما في مزمور 105 كسر قوائم الخبز له طبعا الكلام ده غير صحيح تعبير قضيب عزك معناه عن الملك ده الكلام ده مش مفسرين المسيحيين ده المفسرين اليهود القدامى نفسهم فإزاي يحاول يقول راشي يرسل قضيب عزك لو قضيب الملك والسلطان يحاول يقوله راشي لا أصلي ده عن كسر الخبز خبز إيه؟ إن لما إبراهيم أكل خبز وخمر من ملكي صادق إيه الكلام اللي بيقوله راشي ده؟ مدراش رابا قضيب ملكك هو عن الملك المسيح كما في العدد يرسل للرب قضيب عزك من صهيون فلو تروح لمدراش رابا لسفر التكوين يقول إنه المسيح هيبقى ملك زرويا المسايا ليه؟ لأن ده مجبود في مزمور 110 عدد 2 سلطانك يشير به إلى ملك المسايا أيضا مدراش رابا نفس القضيب أيضا يقول قدر أن تحمل في يد الملك المسيح كما قال يرسل للرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك فبرضه مدراش رابا لسفر العدد برضه يوضح أن الملك المسايا هيكون هو له السلطان وله السلطان في إيده ليه؟ ده اللي قاله المزمير 110 عدد 2 فالعدد مش بيتكلم على واحد يسند نفسه بكسرة خبز العدد بيتكلم عن سلطان الملك فإزاي راشي يقول ده حتة خبز لكن راشي احنا عارفين كان مجبر إنه يغير معنى كلام فادعى أن إبراهيم طب إبراهيم ما كانش ملك يبقى قول إيه؟ يبقى قول حتة خبز إيه اللي بيقوله ده؟ لأن إبراهيم لم يكن المسيح ولم يمسح ولم يملك ولم يقال عنه ولا مرة ملك طيب قضيب الملك ده التسلط ده اللي أعلنوا سفر المزمير 45 عدد 6 بوضوح كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور قضيب استقامة قضيب ملكك اللي فصروها اليهود والعهد الجديد عن المسيح زي ما فصرها معلمنا بوليس الرسول في عبرانين 81 أما عن الإبن كرسيك يا الله اللي بعض ييجي يقولك أين قال المسيح أنا هو الله؟ أو أين كتب عن المسيح أنه هو الله؟ هنا عبرانين 81 بتقول أما عن الإبن كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور قضيب استقامة قضيب ملكك لكن راش الحقيقة ما يسيبناش لغاية كده لا يتحفن بما هو أكثر تخريفا فيقولكم التالي قضيب عزك الرب سيرسل من صهيون عندما تعود من الحرب ورجالك متعبين الرب سيرسل لك ملكي صادق ملك قرشاليم ليحضر لك خبز وخمر قضيب عزك معناها إيه؟ سلجان ده معناها إيه؟ ده حيجي لك شوية خبز وشوية خمر إيه رأيكم؟ تكوين 14-14 أعتقد أي قارئ أمين وما فقدش تركيزه معايا حتى الآن حيشوف إزاي راشي فعلا بيدحك على الناس البسطاء العدد واضح الرب أولا يتكلم في العدد بوضوح على لسان داود بصيغة المستقبل وليس عن حدث في الماضي عن إبراهيم دا في المستقبل يرسل ثانيا الرب بيقول بوضوح قضيب العز السلجان سلجان الملك مش بتكلم عن وجب الطعام فكلمة عزك اللي هي عزيخة ما تستخدمش ولا مرة بمعنى طعام ولم تأتي ولا مرة في العهد القديم بمعنى طعام قموس سترونج عزيخة من كلمة عوز كلمة عوز معناها إيه؟ سلطان عزك عظمتك مجدك فلسا العدد بيقول يرسل ويا في العبري يا شلاخ تعني يخرج فالرب يخرج عز والسلطان اللي هو المتنبأ عنه من سهيون مش يجي له واحد يأكله رابعا أصلا إبراهيم هو وجاي من الحرب ما كانش فيه سهيون بل فيه حبرون عند بلوطة ممرة وده اللي بيقوله لنا ولما رجع للحرب جاي عن المكان اللي هو ساكن فيه خامسا مين قال أنه إبراهيم لما رجع من الحرب كان جعان ومستنى حد يجيب له كسرة خبز عشان يسنت بيها قلبه زي ما ادعى راشي هو رجاله ده كان معاه أملاك كتيرة وفعلا أكله من هذه الأملاك وده اللي يقوله لعدد لفظا سفر التكوين 14 عدد 16 واسترجع كل الأملاك واسترجع لوطن أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب سادسا لم يخرب ملكي صادق لوحده في استقبال إبراهيم على عكس ما ادعى راشي ده خرج معاه ملك سادوم والملوك اللي معاه بالفعل والغلمان كانوا أكلوا من الغنيمة عدد 17 فخرج ملك سادوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر العمر والملوك الذين معه إلى عمق الشوي الذي هو عمق الملك وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كهنة لله العلي وبرك وقال مبارك إبرام من الله العلي ملك السماوات والأرض ومبارك الله العلي الذي أسلم أعدائك في يديك فعطاه عشرة من كل شي وقال ملك سادوم لإبرام اعطيني النفوس وأما الأملاك فخزها لنفسك فقال إبرام لملك سادوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي ملك السماوات والأرض لا أخذنا لا خيطا ولا شرق نعل ولا من كل ما هو لك فلا تقول أنا أغنيت إبرام ليس لي غير الذي أكله الغلمان يعني الغلمان كانوا أكلين وشبعانين مش مستنين حد يجي يسندهم بكسرة خبز أما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممرة فهم يأخذون نصيبهم سابعا موقف ملقي صادق مع إبراهيم لم يكن عزا لإبراهيم ليه؟ ده قريد إبراهيم انتصر هو مستني حد يجي يسنده إبراهيم جاي بعد الانتصار بعد الحرب مش قبلها راشي بيحاول يقول لكم يخرج يعني انتصاره هو ما انتصرش هو لسه مش هينتصر بعدها ده هو قريد انتصر قبلها ده جاي بعد الحرب موقف ده حصل بعد إبراهيم بعد إبراهيم وانتصاره ثامنا موقف ملقي صادق مع إبراهيم ما كانش عزا لإبراهيم ده كان خضوع من إبراهيم لملك صادق احترام من إبراهيم لملك صادق إبراهيم أعطى العشور لملك صادق مش أخذ منه شيء تاسعا ما كانتش صهيون أصلا مبنية في زمن ملك صادق راشي بيقول ايه ايه اللي بيقوله ده فبعد كل ده لا يزال حد بيصدق راشي في شرحه المزمور 110 أو غيره من النبوات كل ده تدليس مستمر فيه راشي عشان ينفي ان المزمور هو نبوء مستقبلية بيقولها داود إعلانا عن لهوت الرب يسوع المسيح الذي هو رب داود رغم ان هو ابن داود بالجسد العدد بوضوح بيتكلم على الرب يسوع المسيح الذي بالفعل اسس كنيسته ومن بعد العشاء الأخير والصلب والقيامة انتشر ملكه وسلطانه من صهيون واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض زي ما قالها لفظا وزي ما تنبع عنها العهد القديم في أشعياء اثنين ثلاثة وتسير شعوب كثيرة ويقولونها لوما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إلهي عقوب في علمنا من طرق ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أرشاليم كلمة الرب وضل حصل وكنيسة الأولى تثبتت في أرشاليم وخرجت من هناك التعليم بل زي ما قال المفسرين اليهود أنفسهم ونقل عنهم جيل أن القديم اللي هو السلجان سلجان الملك ملك الميساية ده من فعش يتقال على إبراهيم بل يكمل الترجوم يقول أن يرسل كلمة الرب لأن الترجوم قال في عدد واحد يهوى يكلم كلمته زوورد فيهنا يوضح أن يهوى يرسل كلمته يكمل حبيب قلبنا راشي ويقول التالي تصلت في الحرب في وسط أعدائك آمنا سيفلي أولاً الكلام ده المزمور المفروض في موقف ملقي صادق كان قريندي ده إبراهيم خلص الحرب واحد ثانياً راشي بيقول تصلت في الحرب إحنا مسمعناش إن إبراهيم تصلت في الحرب إبراهيم انقسم عليهم ليلاً وفاجئهم فانهزموا وهربوا وهو استرجع الأملاك لكن هو ما تصلتش على الأعداء وما أخدش الممالك بتاعتهم ولم يجعل الملوك الأربعة تحت قدمي هما انهربوا وسابوا الأملاك فاخد الأملاك وحررها لكن فعلاً المسيح تصلت على العالم على كل مملكة الشرير بعد معركة الصليب اللي غلب فيها نكمل مع بعض عدد ثلاثة شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حدثتك طبعاً حضراتكم شايفين تعبير مهم جداً رحم الفجر تعبير الأزلية قوم إيه حبيبنا راشي وترجمة شباط يعملوا إيه طب نعمل إيه في دي نعمل إيه في دي فكروا معنا يا أولاد نعمل إيه في دي بسيطة جات عددية نمسح كلمة الفجر إيه رأيك مش بهرج ده اللي عمل وراشي وعملته ترجمة شباط فروم زووم وسكتو يا كابتن المزمور والكلمة النص العبري فيه كلمة الفجر لا مش مهمة ما عديها عديها قادل عملته ترجمة شباط لغة الفجر فكتبتش رحم الفجر كتبت من الرحم ليه لأن رحم الفجر معناه الأزلية رحم معناه من وقت ميلاده تفسير راشي نيقول لكم الكلام ده شعبك سيتطوع في يوم قوتك عندما تجمع جيش لتطاردهم شعبك وأصدقائك سيتطوعون ليذهبوا معك كما نجد في تكوين 14-14 جرغ المان المتمرنين ولدان بيت وليس آخرين وعانر وأشكول ومامر تطوعوا من نفسهم وخرجوا لمساعدتهم أولا نفس الإشكالية الكلام بيقوله داود بعد إبراهيم بثمان قرون بالمستقبل بصيغة المستقبل بروح النبوة عن المستقبل ليس عن حدث في الماضي اثنين لا يوصف غلمان بيت إبراهيم بشعبه ولا عانر ولا أشكول بشعب إبراهيم المزمور بيقول شعبك ثلاثة الكلام أنه يكتسب لنفسه شعب في يوم قوته بسبب اللي هيعمله من غلبة يصبح ليه شعب يخالف تماما موقف إبراهيم إيه الشعب اللي كسبه إبراهيم بعد ما انتصر في الحرب كلام بوضوح عن الملك المسيح اللي يكون ليه شعبا لأنه اشتراهم بدمه وهم من أصبحوا خدامه ويسبحوه ويقولوا عن نفسهم أنه هم من شعبه ويكرسوا نفسهم ليه بإرادتهم الحرة منتدب لأنهم أحبوه لأنهم أحبهم أولا وخلصهم أولا وأدركوا أنه صلبوا كان لأجل خلصهم وصاروا ليه جنود وخدام بيحربوا مملكة الشيطان وتظهر فيهم قوة المسيح الحال فيهم السبعينية من القرن الثالث قبل الميلاد قالت معك الرئاسة في يوم قوتك من قبل الصبح فبالفعل يوم صلبوا يوم قوته لأنه زبحوا واشتراهم وهو موجود وكان مخطط هذا الأمر من قبل الخليقة يكمل راشي ويقول برضو يقف عند كلمة الرحم بسبب زينات قدسك عندما نزلت من الرحم يا كابتن راشي العدد بيقول رحم الفجر لكن هو يقف عند رحم وده برضو يمشي وراه بالضبط شرباط ستكون لك كمكافأة لجمال مقدسك التي كانت فيك من رحم أمك لأنه عرف خالقه في حياته رحم الفجر بقي رحم أمه ازاي قصروها انت دي عندما نزلت من الرحم العبري عندما نزلت من الرحم كما في بيزاة 35 بي نحن تركنا الثمار تزقط من خلال أضواء السماء في الاحتفال والبعض علمه أولا يوصف إبراهيم بلقب زينة قدسك إبراهيم يوصف بأنه زينة قدس الله هل إبراهيم وصف في أي مكان بجمال مقدسه؟ بجمال الله إيه اللي بيعملوا راشي دا ولي بيتبعوا من اليهود زي شباط وغيرهم؟ هل وصلوا لهذا القدر من عدم الأمانة؟ دا لقب ربنا بوضوح في مزمور ستة وتسعين تسعة زينة مقدسه وغيرها من الأعداد اللي تؤكد لفظ زينة مقدسه عن اللهوت ثانيا فيه تعبير من الرحم اللي بيقوله راشي واللي نقلته ترجمة شباط طبعا غير صحيح لأن فيه كلمة مهمة بعد الرحم وهي كلمة ميشخار التي تعني الفجر فكلمة ميشخار الفجر دي كلمة مهمة جدا واللي ترجمتها السابعينية قبل الفجر فليه هؤلاء الغير أمناء ترجموا كلمة رحم وما ترجموش كلمة الفجر؟ ليه كده؟ السبب زي ما حضراتكم شايفين تعبير يوضحني كلام عن كيان قائم قبل الخليق وليس عن شخص عادي مثل إبراهيم أو داود أو آخر دا بالضبط بالضبط يشبه وصف سفر الأمثال عندما تكلم عن قنوم الحكمة الكلمة اللي هو الرب قناني في أول طريق من قبل أعماله منذ القدم منذ الأزل مسحت منذ البدء منذ أواء للأرض إذ لم يكن غمر أبدئت إذ لم تكن ينبيع كثيرة المياه من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال ويكمل بقيت الكمة لما تثبتت سموات كنت هناك لما ثبتت صحب من فوق لما تشددت أن بيع الغمر كل دا كنت عنده صانعا كنت كل يوم لذاته فرحة دائما قدامه فرحة في مسكونة أرضه لذاته مع بني آدم بل اليهود أنفسهم يقولوا وده من الحاجات اليهودية المعروفة يوجد ست أشياء موجودة قبل خلق الأرض منها إيه؟ اسم المسيح قبل خلق الشمس وده يفهموا من فين من مزمور 72-17 يكون اسمه إلى الضهر قدام الشمس يمتد اسمه قدام يعني قبل الشمس يمتد اسمه وتباركون بكل أمم الأرض يطوبونه وبرضو يفهموها من فين من ميخة خمسة وأما أنت يا بيت لحم إفراتي وأنت صغيرة أنت تكوني بين ألوف يهوزة فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخرمج ومنزل قديم منذ أيام الأزل فاليهود عندهم المسايا واسم المسيح ده من منذ الأزل قبل خلق الشمس لأنه موجود عندهم الكلام ده في المزمور 72 وفي ميخة خمسة نية عشان كده ده مفهوم الربوات اليهود عشان كده السبعينية قالت من البطن قبل كواكب الصبح ولدتك عشان كده أخفى راشي وشباط لفظ الفجر لأنه معروف أنه عن المسيح فإيه رأيكم؟ هل دولا بعد كده ينفعوا يبقوا مرجعية؟ في تفسير وفهم النبوات؟ هل إبراهيم من رحم الفجر من قبل الشمس موجود؟ هل إبراهيم أزلي؟ الكلام هنا عن المسايا الأزلي يكمل راشي ويتحفنه ويقول قائل التالي لك من حداثتك كالطل لك ستعتبر صغير طرق الحق التي سلك فيها من حداثتك هي مصرة مثل الطل التي هي جميلة ومريحة ده هل سمع حد أن إبراهيم في صغر له حداثة كالطل؟ اليهود يصفوا الحمل بالطل لأن الاثنين في العبري متشابهين النطق وطبعا الحمل رمزي للميسايا وحتى من الحروف العبري فالمسيح بيوصف بالطل لأنه نزل من السماء وعشان كده حتى اسمه الهيفن لميسايا وطبعا المسيح يلقب بشمس البر وعشان كده قالت السابعينية التي توضح لنا المفهوم اليهودي من قبل الميلاد بثلاث قرون من البطن قبل كواكب الصبح ولدتك يعني هنا بيوضح أن الكيان عن كائن منذ الأزل طبعا هنا الكلام عن ميلاد الرب يسوع المسيح الأزلي نور من نور فأعتقد تأكدنا أكتر مش بس لغويا لكن كمان من سياق الكلام الكلام ده ما ينفعش عن إبراهيم ولا على أي شخص آخر إلا على الرب يسوع المسيح نكمل مع بعض أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رضبة ملكي صادق بصوا ترجمة شباد التدليسية قالت إيه الرب أقسم ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد بسبب كلام ملكي صادق هذا اللي بيقولوا شباد اليهود الفرحانين بهم المشاككين شباد زوروا كلمة على رضبة ملكي صادق إلى كلام ملكي صادق وده ليه؟ لأنه ده برضو لقاله راش فالترجمات اليهودية نفسها القديمة ما قالتش الكلام ده فشباد اتبعت راشي الغير أمين اللي قال بسبب كلام مش على مرتبة شوف كام تحريف حتى الآن ماشيين فيه سياق تفسير راشي اللي فرحانين به هذه الأيام عشان بس يحاول ينفو النبوة الواضحة جدا التي تعلن لهوت الرب يسوع المسيح أقسم الرب ولن يندم حيث أن إبراهيم كان خائف لا يعاقب على الجيوش التي قتلهم فقيل له التكوين 15 واحد لا تخف يا إبرام ولن يندم عن الخير الذي تكلم به عنه أقسم الرب ولن يندم أصل إبراهيم كان خايف أنه يتعاقب على حربه مع الملوك إبراهيم كان خايف أنه يتعاقب عشان أنقذ لوت البار إيه اللي بيقوله ده ده حتى تكوين 15 واحد كلام ده الاستشهد بيه راشي وده التالت عدد يستشهد بيه راشي ويتضح أنه كذاب في المعنى العدد ما بيقولش الكلام اللي بيشرحه تكوين 15 واحد بيتكلم عن أمر آخر مختلف تماما خوف إبراهيم من إيه أصل الملوك جايين يعقبوني عشان أنقذ تلوت العدد ما بيقولش الكلام ده تكوين 15 واحد بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبراهيم في الرؤية قائلا لا تخف ليه من الملوك لا يا إبراهيم يا إبرام أنا ترسل لك أجرى كثير جدا الخوف من إيه عدد اتنين يشرحه فقال إبراهيم أيها السيدة الرب ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو العازر الدمشقي وقال إبراهيم أيضا أنك لم تعطيني نسلا وهو زى ابن بيتي والسن ليه خوف إبراهيم من إيه أنه الغادة الوقت ما أنجبش فهيمضي بدون نسل ده اللي بيتكلم عنه فتكوين خمستاشر واحد اللي استشهد بيراش عشان يدعي أن إبراهيم كان خايف من الشعوب يجي انتقموا منه بعد ما أنقذ لوت لا يكمل قائلا أنت كاهن إلى الأبد بسبب خطاب ملكي صادق منك سيظهر كهنوت والملك واطفال يرسون من سام السلف والكهنوت والملك قد أعطي له واليود لا لزوم له مثل مراثي واحد واحد لأن كلام ملكي صادق وبسبب أمر ملكي صادق أنت كاهن في العبري كاهن تعمني دلالة الكهنوت والقيادة كما في اتنين سامويل 8-18 كان أبناء داود أمراء طبعا مش علق على اللي قاله من بقية الأصفار وحرف اليود الزائد وغيرها لكن ليه مني حد سمع أن إبراهيم كان كاهن ولا حتى لما بعد آب الملكي صادق إبراهيم كان كاهن البعض ممكن يقول جدلا نظام الكهنوت القديم طيب هل إبراهيم والنظام الكهنوت القديم كان كاهن إلى الأبد هل إبراهيم كاهن على ردبة ملكي صادق إلى الأبد دا اللي بيقوله العدد راشي فسر أن ردبة بسبب أوامر ملكي صادق أصبح نسل إبراهيم فيه الملك والكهنوت مع ملاحظة اللي ما خدش باله راشي أنه الكدب ملوش رجلين ليه؟ لأنه ما فيش غير واحد بس من نسل إبراهيم هو الوحيد اللي عرف يجمع ما بين الملك والكهنوت فتخيله راشي لف لف كل دا ودلس في كل دا ورجع في الآخر وقع في غلطة ما خدش باله منها أنه أكد أن الكلام عن نسل اللي يجي من إبراهيم يكون فيه الملك والكهنوت وما فيش غير واحد بس اللي جمع هذا الأمر من المسيح؟ لأن الرب يسوع المسيح له كل المجد هو الوحيد ليوجد شخص آخر من نسل إبراهيم جمع الكهنوت اللي كان في صبت لاوي والملك اللي كان في صبت يهوزة إلا الرب يسوع المسيح الملك ابن داود ليوجد شخص آخر جاء على ردبة ملكي صادق من نسل إبراهيم إلى الرب يسوع المسيح فالقاله راشي غير أميم بالمرة ولفه وضار وعشان ينفن النبوة عن المسيح بطريقة غير مباشرة نسب صفات له تيل إبراهيم ورغم ذلك وقع في الغلط برضه وفي الآخر اتضح من كلامه أن الوحيد المتكلم عنه من نسل إبراهيم هو المسيح نكمل التالي باختصار لأنا عارف أن طولت الرب عن يمينك يحطن في يوم رجزه ملوكا يدين بين الأمم ملأ جثة أرضا واسعة صحق رؤوسها من النهر يشرف في الطريق لذلك يرفع الرأس ورغم أن العدد يتكلم بوضوح عن الدينونة وداود اللي هو بعد إبراهيم يتكلم بصيغة المستقبل إلا أن راشي حبي يحولها للماضي كالعادة فبيقولك لا ما قالش الرب كان عن يمينك العدد في العبري بيتكلم أن الرب عن يمينك بالحاضر والمستقبل فبرضو ليه قلة الأمانة كلام عن المستقبل لا ليس الماضي بل داود عندما قالها عن نفسه قالها بصيغة الماضي بمزمور 16-8 لكن هنا بيذكرها بصيغة المستقبل أيضا ما هو أكثر أهمين المزمور يكمل المزمور السابق اللي هو 109 عدد 31 بينتهي بإيه؟ الوعد بأنه يخلص المسكين والمدرش قال بوضوح المزمور 109 بينتهي عن الميسايا اللي يجلس عن يمين الله بل قالوا أن إبراهيم شعر بالغيرة من أن واحد من أبنائه أعلى منه هذا الكلام اللي قالوا بعض اليهود بل الربوات اليهود القدامى اعترفوا بمحاول تغييره لأجل يسوع رغم أنه هو ميسياني بوضوح هذا أيضا نص كلامهم طبعا عارفين الربوات اليهود الميسيانيين قالين أنه بوضوح على رب يسوع المسيح فعارف طولت على حضراتكم وكان لازم أقدمها تفصيلا وبكل هذه المراجع من لغوية وصياق الكلام والمراجع اليهودية عشان كده لم أستعين بمراجع مسيحية كلها مراجع يهودية لكن الختام المزمور في النهاية بيتكلم بوضوح عن المسيح وبيعلن عن لهوت المسيح ومرتبته واللي كتب المزمور هو داود بيتكلم بالمستقبل عن ابن داود وهو رب داود المسيح رب داود وبيذكر حوار بين يهوى وكلمته المسيح وفي يهوى يقول للمسيح أنه يجلس عن يمينه لأنه ده مكانته وأيضا يعلن عن وجود المسيح قبل الخليقة وأنه يملك بفداؤه وأنه هو الديان وده اللي بقيت المزامير أكدت نفس المعنى فعدد واحد المسايا رب داود عدد اثنين وثلاثة هو الملك الأزلي الأبدي اللي قبل الشمس عدد أربعة هو الكاهن الأزلي الأبدي عدد خمسة هو الديان العام فمزمور مية وعشرة لذي يعلن فيه انتصار رب داود اللي يقع بين مزمور مية وتسعة اللي طاود بيطلب فيه من الرب إنه لا يسكت بالي يخلص فتيجي الاستجابة في مزمور عشرة مين اللي هيجي يخلص رب داود مزمور مية وحداشر نلاقي داود يسبح الرب على الخلاصة اللي تمامه والفداء واو قادي سياق الكلام في مزمور مية وعشرة ما بين التلات مزامير مية وتسعة داود طالب إن ربنا بنفسه يخلص مزمور مية وعشرة مين اللي يخلص رب داود المسايا ابن داود ولكنه رب داود مزمور مية وحداشر داود يصبح ربنا يهوى اللي على الخلاص والفداء اللي قام بي قاد سياق الكلام مقرد ثلاث مزامير مع بعض في سياقه وده مناسب تماما طبعا للفكر المسيحي وايضا الفكر اليهود الصحيح اللي يعلن ان هذا المزمور هو عن الفداء ومين اللي جاي يتم من فداء العالم المسايا الملك ربنا يبارك حضراتكم اسف لو كنت اخطأت في شيء والمجدول الله